يحتجزون تعسفياً يعذبون بضربهم بالقضبان الحديدية والخشبية والبنادق هذا غيظ من فيض انتهاكات ميليشيا الحوثي حقوق المخفيين قصراً لديها من اليمنيين منظمة هيومان رايسووتش نشرت تقريراً وصفت فيه بعض ما وثقته من الانتهاكات الكثيرة من خلال لقاءات مع محتجزين سابقين لدى الميليشيا هيومان قالت إن ميليشيا الحوثي قامت بالعديد من عمليات الخطف واحتجاز الرهان كما ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة بحق الأشخاص في عهدتها ووثقت هيومان رايسووتش 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصاً بطريقة غير قانونية منتهكة القوانين الدولية مرتكبة جرائم حرب وغالباً لإجبار أقارب المعتقلين على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى قوات معادية كذلك أضاف الحوثيون الاستغلال إلى لائحة الانتهاكات بحق من هم تحت سيطرتهم في اليمن وبدل أن يعامل المحتجزين لديهم بإنسانية يستخدم بعض المسؤولين الحوثيين سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل هيومان رايسووتش قالت أن معاملة الحوثيين للمحتجزين قاسية ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب ووصف محتجزون سابقون كيف ضربهم الحوثيون بقطبان الحديد والخشب وبالبنادق وقالوا أن الحراس جلدوا المساجين وكبلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من عسرهم واعتبر العديد منهم أن تعليقهم على الجدران وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم كان من أكثر تقنيات التعذيب إلاما وفي العديد من الحالات كان الحوثيون يعذبونهم لانتزاع المعلومات أو الاعترافات كما قال المحتجزون أن الحراس منعوا العناية الطبية أو العلاج عنهم بعد الضرب ما عرض المفرج عنهم وأوسرهم إلى مضعفات نفسية وصحية بسبب سوء المعاملة وطالبت هيومن رايس ووتش في ختام تقريرها ميليشي الحوثي بالإفراج عن المحتجزين والتحقيق جدياً مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن وتعاقبهم وإن لم تفعل ذلك يكون على مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يفرض عقوبات تستهدف كبار القادة المتهمين بالانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر